صباح الخير مرة جديدة معكم بيسمارية معلمة اللغة العربية لصف الأساسي الأول تاريخ اليوم هو الخميس في السادس والعشرين من شهر آذار سنة 2020 تتذكر أننا في المحور الرابع البحث عن الكنز الدرس الأول هذه ليست لعبتي هيا يا صغاري فلنفتح صفحة نعش ولنبدأ بقراءة النص هيا دعو أصبعكم على الكلمة الأولى هذه ليست علبتي هذا هو عنوان النص سأعيد عنوان النص هو هذه ليست علبتي بحثة الفتاتاني نحن نعلم أننا لا نعرف حرف الألف تحت سريري سأعيد بحثة الفتاتاني تحت سريري سأعيد المغة الثالثة بحثة الفتاتاني تحت سريري تالثة تالثة ووراء السطارة سأعيد ووراء السطارة سوف أطرح السؤال أين بحثة الفتاتان؟ سأعيد سأعيد السؤال الأول أين بحثة الفتاتان؟ ماذا نشتب؟ جيد جدا نشتب علامة الاستفهام ونشتب أين؟ بحثة الفتاتاني فلنظر إلى النعص لدينا أيضا هنا بحثة الفتاتاني الجواب هو تحت سريري تالثة ووراء السطارة سأقرأ الجملة الثانية فتاش زياد فوق الخزانات فوقعت علبة على رأسه للمرة الثانية فتاش زياد فوق الخزانة فوقعت علبة على رأسه للمرة الثالثة فتاش زياد فوق الخزانة فوقعت علبة على رأسه السؤال رقم اثنين ماذا فعل زياد؟ سنشتب علامة الاستفهام ماذا؟ وفعل لأننا لا نكتبها ننظر إلى النعص حيث يوجد كلمة زياد جيد انها هنا ماذا فعل زياد؟ فتاش زياد فوق الخزانة جيد جداً السؤال رقم ثلاثة أين وقعت العلبة؟ نشتب علامة الاستفهام وأين؟ ننظر إلى النص أين يوجد وقعت علبة؟ جيد انها هنا وقعت العلبة على رأسه جيد جداً سأكمل قراءة الجملة الثالثة قالت تالة هذه بنية وكبيرة ليست علبة كما رأينا إن هذه الجملة المحورية قالت تالة هذه بنية وكبيرة ليست علبة للمرة القادمة أريد منكم على ورقة خرطوش أن تكتبوا الجواب رقم واحد اثنان وثلاثة فرض للمنزل سيكون لدينا قراءة صفحة 12 وفرض صفحة 16 و 17 إلى اللقاء أراكم قريباً ترجمة نانسي قنقر